موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مشاهدينا في قضية اليوم والتي نناقش فيها مخاطر استخدام الدرجات الهوائية والنارية والأنواع الأخرى منها خاصة عندما تكون غير مرخصة قانونا وإنما للتسلية فقط ولا أحد منا يمكنه أن فيما يحدث على طرقاتنا وصحارينا وشواطئنا من استعراض لهذه الدرجات بشكل يوحي أن خطرها ليس بأقل من تلك المركبات المزودة والتي أراد أصحابها أن تكون خطرا آخر في شوارعنا التي تحولت وللأسف إلى ساحات استعراض ومع التأكيد لمشاهدين على أن الدرجات وسيلة تنقل بل تنقل جيدة يمكن الاستفادة منها هناك كثيرون ملتزمون قانونا وبشكل يضمن سلامتهم وسلامت من حولهم إلا أن القضية السوء استخدامها ومخاطرها وما تخلفه من خسائر بشرية مادية وإعاقات جسدية هي محور مهم يستحق المناقشة في قضيتنا لهذا اليوم قبل النقاش ندعوكم لمتابعة هذا التقرير دراجات نارية بأنواع مختلفة نراها كل يوم تجوب الشوارع والصحاري وكأنها نشاط يومي لكثير من الهوات وقت فراغ كبير لعله يزيد في الإجازات فتكون مساحة الفراغ أكبر لاقتناء دراجات التسلية هذه وفي الطرقات مساحة رأى فيها هؤلاء الشباب وغيرهم كثيرون فرصة قيدة للتسلية والتسابق غير مبادين بالخطر من حولهم فهل تحتاج هذه الهواية أو الرياضة إلى تقنين في ظل غياب المساحات المخصصة لممارستها وإلى القهات المعنية عن الدراجات غير المرخصة التي أصبحت منتشرة في الأسواق وتستهدف الصغار والكبار لمناقشة هذه القضية مشاهدي الكرام ينضم إلينا في الاستوديو المقدم بدر بن سليمان الفارسي من الإدارة عامة للمرور بشرطة عمال السلطانية مقدم بدر أهل وسهلا بيك أهلا وسهلا بيك وأيضا يسعدنا مشاهدينا أن يكون معنا سعيد بن ناصر المطاعني صاحب فكرة المشروع الوطني لمخاطر الدرجات سعيد أهل وسهلا بيك أهلا وسهلا بيك مرحبا بدون عندك مقدم بدر هل هناك دراجات غير مرخصة وما حجم هذه الدراجات بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء بالنسبة للدراجة عرفت في القانون على أنها مركبة وهي مركبة آلية بمعنى أنها مجهزة بمحرك نعم والأصل بالنسبة للمركبات الآلية أنها ترخص وفقه طبعا شروط معينة نعم هناك طبعا دراجات يعني لا تتوفر يعني من ضمن الشروط طبعا هي الشرط الأصيل هو توفر شروط الأمن والمتانة نعم هناك دراجات طبعا تفتقر لشرط الأمن والمتانة وهو بالفعل لا ترخص هذه الدراجات من هذه الدراجات طبعا يعني دراجات ثنائية العجلات التي ساعة محركها مالون سبعين سيسي يعني أقل من سبعين سيسي ما تنحسب يعني من ضمن هي طبعا لا يتوفر فيها شروط المتانة والسلامة نعم والدراجات الأخرى التي هي طبعا ثلاثية العجلات وربعية العجلات والتي بمختلف الساعات نفس الشيء لا يتوفر فيها شروط المتانة والسلامة ولكن هناك مشروع لقانون في هذا الجانب ينظم هذا الجانب بالتنسيق طبعا مع الجهات المعنية بس هذه الدراجات موجودة الآن اللي هي أقل من سبعين سيسي نعم اللي هي الصغيرة هذيك هي موجودة كواقع نعم والحقيقة أنا أعطي لمحة تاريخية يعني في هذا الموضوع وهذا حتى ما تشوفهم يطلع لك الواحد من هنا في الطريق ممكن ما تنتبه له صحيح وهي تشكل حقيقة خطورة يعني حتى نحن الأرقام بالنسبة للحصائيات تظهر ذلك من حيث رقم الحوارث وعدد الوفيات والمصابين في نتيجة تستخدم هذه الدراجات أنا أعطي لمحة يعني بالنسبة لموضع الباجيات اللي تسمى هذه اللي هي طبعا ثلاثية العجلات وربائية العجلات وبمختلف الساعات والتي رأيناها الآن في تقريركم هذا يستخدموها كثيرا على البحر وعلى الفرمول وفرمول وفي الشواطئ هذا الموضوع طبعا هي ظهرة قريبة يعني ليست من بعيدة يعني ربما من عام 2008 يعني بمعنى كانت موجودة بشكل فردي ولكنها بشكل جماعي وتقدمت هناك مؤسسات يعني خاصة لمزاعة هذا النشاط في هذا التاريخ في عام 2009 خاطب مع الفريق يعني الوزراء المعنيين واصحاب السعادة ورئيسة بلدية ضفار ومسقر وتفضل الاصحاب المعالي وخاصة يعني وعينوا يعني مدراء العموم الذين هم مختصين بهذا الجانب نعم وحقيقة تشكلت ولو أنها تشكلت لقنا ولكن ولو أنها ما بقرار وضع الضوابط لأن المشكلة ليست فيما يتعلق بموضوع الترخيص من عدمه وإنما هي حتى في تحقيق في تحديد الأماكن لإستخدام هذه الدراجات وكذلك فيما يتعلق بمزاورة النشاط نعم طبعا بنا نرجع بنا نرجع لهذا الموضوع المقدم سعيد المطاعني أنت صاحب فكرة مشروع الوطني لمخاطر الدراجات هل هذه الدراجات هي دراجات أسوأ كانت بالمحركات التي متعرف عليها دراجات النارية أم الدراجات الهوائية بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هذه الدراجات بشكل أنواعها يعني الدراجات التي تعتبر غير موافقة لأنظمة السلامة ولمزاولينها تحت الثمانتعش سنة فهي هذا المشروع استهدف جميع أنواع الدراجات لأن الدراجات توجد يعني ممكن أن يستخدم الآن الدراجة شخص ولكن لا يملك رخصة قانونية مثلا من شرطة عمان السلطانية وأيضا عدم اقتناهم لضوابة السلام الأمنية للوقاية من هذه الحوادث أو الوقاية من لا قدر الله وقوع هذا الحادث وكذلك يركز على هذا المواضيع المشروع ويركز على الطلاب اللي هم في المدارس الحالين اللي أصبحوا الآن يستخدموا الدراجات لذهاب للمدرسة يعني بعض الطلاب أصبحوا يستخدموا الدراجة لذهاب للمدرسة وهذا يعني شيء غير مرغوب دراجات اللي هي النارية النارية الصغيرة نعم هذا اللي هي أقل من سبعين سيسي طب ليش يسمحوا بدخولها هذا طالما أنها لا ترخصة ليش الجهات الأخرى تسمح بدخولها برغل فيك يعني طبعا أنا أستمر في الموضوع يعني الموضوع طبعا شكل فيه لقنا ووضع الضوابط حجرت طبعا من خلال الدراسات يعني من خلال القوانين مقارنة يعني أثبت لنا أن الدراجات ثنائية العقلات ماليون سبعين سيسي هذه طبعا تفتقر للسلام والمتالة ولا يجبز طبعا تسجيلها وكثير من الدول طبعا لا تسجل هذه الدراجات وطبعا هناك تنسيق يعني ضمن اللقنة الوطنية السلام على الطريق والصاحب السعادة يعني وكيل وزارة التجارة هو عضو في هذه اللقنة ونقش هذا الموضوع فيما يتعلق بحضر استيراد هذا الموضوع وهناك طبعا اتجاع على هذا المنوال لأن هناك في مشروع قرار الآن يدرس الآن في وزارة القرية لا نريد أن نفهم كلامنا بأنه نحن ما نريد مثلا إذا كانت هذه مثلا بتمارس ضمن نطاقات محدودة يعني مسيطر عليها أيضا لا يفهم الكلام بأنه نحن فقط نريد منع مثل هذه الدراجات عرفت كيف؟ بارك الله فيك لا هو طبعا نحن من ناحية قراءات الضبط يعني بالنسبة لإستخدام هذه الدراجات موجود يعني بتذلك تمارس في أندية وفق موسفة معينة نعم بالنسبة للدراجات السلاثية وربعية العجلات يعني ستمارس ضمن أنشطة يعني لأن هذه الدراجات ليست للنقل وإنما هي للمتعة ولذلك ستمارس يعني في أماكن محددة في هذا الجانب وفق التراخيص من الجهات الأخرى على هذا المنوال يعني سيكون بالنسبة للدراجات الثناية العجلات التي هي 87 سل هذه لا يمكن طبعا ترخيصها ولا يمكن استخدامها يعني والشطة طبعا ما توقف موقف يالله ما كثر هنا يمقدم هذه الصغار يعني هي مميلك حتى أكد لك بالرقم يعني حتى اليوم أنا أتأكد طبعا أكثر من 1136 دراجة حس الناس كلهم عندهم من هذا سيد المشروع نفسه هل الآن ظهر إلى حيث الوجود أقصد على المستوى السلطنة كلها أم ظل في مستوى محافظة جنوب الشرقية وهو كمرحلة أولى ظل كمرحلة أولى من المشروع قدمناه الآن على مستوى الشرقي جنوب ولكن كجانب إعلامي وتوعوي على جميع الوسائل الإعلامية والمقروه المرئية احنا دشنا هذا المشروع وعملنا فيه وعملنا دور توعوي للطلاب وندوات تستهدف أولياء الأمور والطلاب وأيضا خاطبنا أمامة المساجد بأن يعملوا خطب للجمعة واستهداف النساء والرجال لهم وهم مستهدفين الآن المشكلة يمكن توقع على الولي الأمر يعني دراجات دون 70 سلسل يعني ولي الأمر بحكم أنه هو يمكن بيجيب هو يجيب الدراجة وأيضا استخدام الدراجة الهوائية الأصبح يستخدامها إلى طول متر ونص يعني يستخدم الدراجة إلى طول متر يعني بعض الدراجات وصلت إلى متر ونص إلى متر ونص وتركيب مجسمات إذن يعني نستكمل الآن نحن في مقلال هذا المشروع نستكمل العمل للدور قائم في دارة المرور نستكمل معهم ومساعدتهم بوضع الحلول هل يساعدكم بصراحة كذا؟ يعني فيه جهات رسمية تساعدكم تدعمكم في هذا المشروع والله الآن دعم المشروع لي ونعمل برامج ترفيهية ومنهجية وليهم خاطبنا عدة شركات خاطبنا عدة جهات حكومية وننتظر منهم الرد ونأمل الآن من عبر الشاشة أنتوا في الصيف عندكم شيء إن شاء الله نعم نعقد برنامج صيفي متكامل بنادي أعلان الرياضي أن يتولى نادي أعلان الرياضي بهذه المبادرة الوطنية بهذا المشروع أن يقام وأن يتمنى من شركات المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص أن تساهم في هذا الشيء لنطبق التوجهات السامية لمولانا حضرت صاحب الجلالة حفظ الله ورعاه في 2009 ما توجه أن تتحمل جميع المؤسسات كافة شرائح المجتمع لهذا المشروع أخيراً يمكن الوقت دهمنا مقدم في حلول لهذا الأمر هل في حلول أيضاً تكون حلول وسط يمكن أننا مثلاً توقف دخولها للبلد وكثيراً تستفيد منها في مشاريع تجارية قائمة على هذه الآلات يعني إذا سمينا لهو في حلول طبعاً نحن نتوقع أن نهاية هذا العام سيكون حل هي طبعاً أنا أبيلك بالنسبة لتحديد الأماكن استخدام هذه الدرجات ويعني الترخيص كنشاط طبعاً هي مسؤولات جهات أخرى يعني ما في السلسل الشرطة يعني هي السماحة باستيرادها باستيرادها هكذا لكن الآن ستتكيف الآن ضمن القرارة يعني والحين أنا أتوقع إن شاء الله نهاية هذا العام ليسترقل القرار من ناحية القانونية وبالفعل هي حتى الآن موجودة يعني كواقع هناك تلآن يعني بعض الأندية موجودة الآن في في برية وفي السوادي وفي أماكن كثيراً من حفظات السلطنة هي نوعاً ما شبت الترخيصة يعني وتمارس هذه الانشطة يعني على الأقل مقننة مقننة ولكن ستكون تقنن أكثر وستكون أكثر يعني أكثر تقنيناً وتؤثر من ناحية التوفير السلام يعني داخل هذه الانشاء الله المقدم بدر برام سليمان الفارسي من شرطة أمان السلطانية تحديداً من الإدارة العامة للمرور شكراً جزيلاً بالله فإنشاء الله سعيد بناصر المطاعني صاحب فكرة المشروع الوطني لمخاطر الدرجات شكراً وربنا إن شاء الله يوفقك آمين إن شاء الله إلى هنا مش جديدنا نصل إلى نهاية قضية اليوم شكراً لكم حسن المتابعة إلى اللقاء غداً في قضية جديدة